موسيقى من غرفة الاخبار نحييكم وإلى نشرتنا الرئيسية والبداية بأبرز عنوينها موسيقى رئيس الجمهورية يؤكد في افتتاح أعمال القمة العربية بالتونس أن حجم الكارثة التي حلت باليمن والمنطقة نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية يفوق كل وصف موسيقى موسيقى رئيس مجلس الوزراء يرسى اجتماع لقيادة وزارة الأشغال والطرق لمنقشة مستوى إنجاز مشاريع الوزارة موسيقى ميدانيا الجيش يستعيد عدد من المواقع في مريس بالضالع ويكسر زحف الخوثيين ومقتل عدد من الميليشيات في صرواح مرضى محافظة مهارة موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل انطلقت في العاصمة التونسية أعمال القمة العربية الثلاثين بمشاركة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وقادة الدول العربية وتركزت القمة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيا غوتريتس والممثل العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فاديريكا مغيريني وعدد من الشخصيات الدولية على عدد من الملفات والقضايا الملحا منها قضايا الجولان والقدس والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن ومجهة تدخلات الإيرانية في المنطقة العربية كما ناقشت القمة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز التجارة البينية وتجهي على استثمار المتبادل بين الدول العربية ومحاربة الفقر والحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إن حجم الكارثة التي حلت في اليمن والمنطقة نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإرهابي الحاكم في إيران يفوق كل وصف مشيرا إلى أن المأساة طالت كل مدينة وحارة ومنزل في اليمن والحرب التي تسببت بها هذه الميليشيات الإرهابية فأقمت المشاكل الاقتصادية والإنسانية والأمنية ولفت فخامة الرئيس في كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تونس إلا أن أعمال هذه القمة توافق تاريخيا هاما تاريخا هاما سيظل خالدا في ذاكرة اليمنين جميعا وشهدا حيا على واحدة من أجل صور التضامن العربي والمتمثلة في قرار عصفة الحزم التي انطلقت في سادس العشرين من مارس العام الفين وخمسة عشر بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة عشر دول عربية لدعم السلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثية الطائفية الإرهابية أخي فخامة الرئيس الباقي قائد السسبي رئيس الجمهورية التونسية رئيس الدورة الثلاثين للقمة العربية الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأخوة أصحاب المعالي والسعادة الأخ أحمد أبو القيض أمين حام الجامعة العربية اسمحوا لي في البداية أن أوجه جزير الشكر والتقدير للإشقة في الجمهورية التونسية قيادة وحكومة وشعب على استضافة القمة العربية في دورتها الثلاثين تونس الخضراء تونس التاريخ والحضارة والنظال كما أتوجه بالشكر الجزير لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الدورة السابقة على ما بذله من جهود صادقة وما تميز خلال رئاسته رغم كل الظروف والتحديات والمخاطر الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو من قديد نجتمع نيابة عن أمتنا العربية ونحن ما نزال نواقع تحديات ومخاطر كبيرة تستهدف إغراق هذه الأمة العظيمة في الأزمات والمشاكل والحروب وتشكلها عن التحديات التنمية والتقدم والبنى والنهضة أكف أمامكم اليوم للمرة الخامسة منذ أنكلاب القاشم الذي نفذت ماليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً على الشرعية اليمنية والتوافق الوطني ومخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد لأذكركم جدداً بحجم المأساة التي يواجهها شعبنا اليمني من تلك الماليشيات الإيرانية التي أنقفت على العاصمة الصنعاء التي كانت مركز الدولة وقلب الوطن حيث قامت باقتحامها بقوة السلاح ودمرت المؤسسات فيها ونزعت عنها كل مظاهر الحياة والدولة وحولتها إلى سجن كبير للمواطنين والسكان وراحت تقتاح معظم المحافظات مرتكبة في ذلك طريقها لانتهاكات لا حدود لها وجرايا فضيعة لقد دمرت الماليشيات الطائفية المذهبية كل ما تم التوافق عليه في سبيل بناء يمن اتحادي جديد يقوم على الشراكة بدلاً من الاقصاء والتعاون بدلاً من الخصام والسلام بدلاً على الحروب بعد أن سلمت نفسها رخيصة لمشاريع معادية لوطننا اليمني ولأمتها العربية وروح الإسلام العظيم وتآمرت مع عدواً كاشم حاقد على الأمة العربية أيها الأخوة القادة لقد تبجحت دولة إيران ذات يوماً بقرورها وكبرياها وعنصرية بأن العاصمة العربية الرابعة قد صغطت في يدها وصارت تحت سيدرتها أن حجم الكارثة التي حلت باليمن والمنطقة نتيجة الانكلاب الماليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإرهابي الحاكم في إيران يفوق كل وصف المأساة فطالت كل مدينة وحارة ومنزل في اليمن والحرب التي تسببت بها هذه الماليشيات الإرهابية فاغمت المشاكل الاقتصادية والإنسانية والأمنية أخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن أعمال هذه الكمة الموكرة توافق تاريخاً ما ستوافق تاريخاً هاماً سيظل خالد في ذاكرة اليمنيين جميعاً وشاهداً حياً على وحده من أجل الصورة التضامن العربي والمتمثلة في قرار عاصفة الحزب التي أنطلقت في 26 مارس 1915 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة عشر دول عربية للدعم السلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة انقلاب الماليشيات الحوثية الطائفية الأرهابية لقد حب الإشقاء العرب لنقدة أخوانهم اليمنيين وتقدم كل ما يلزم من الدعم لمساعدتنا من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة على كامل تراب وطننا اليمني الحبيب أنني في الوقت الذي أتمن فيه هذا القرار التاريخي والشجاع الذي جسد فيه لحظة فارغة كيم الأخوة والوحدة والتضامن العربي فأنني أقتنم هذه الفرصة لأتوجه بخالص الشكر والأرفان لوقوفكم جميعا إلى جانب الشرعية في اليمن وأعبر عن عميق الامتنان باسم الشعب اليمني للإشقاء في التحالف دعم الشرعية وفي مقدمة المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللإشقة في الأمارات العربية المتحدة ولكل الدولة التحالف أننا لا نرفض السلام أبدا ولم نرفضه يوما فقد بذلنا الكثير من القهد من أجل إحلال السلام ورفع المعانا في شعبنا ودخلنا في مشاورات عديدة تحت رعاية الأمام المتحدة لكن الماليشيات الحوثية بتحريض إيراني كانت تتعمد في كل مرة إفشال هذه المشاورات وأفراقها من محتواها من خلال رفضها التنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وآخر تلك الاتفاقيات اتفاق السويد وها هي أربعة أشهر تمضي من عمر هذه الاتفاق لم ينفذ منه نتيجة لتهرب الماليشيات ورفضها الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها ورفضها الأفراج عن المعتغلين والأسراء وليس هذا في التهرب من جديد فلقد كنا نعلم منذ البداية أن هذه الماليشيات لن تنفذ أي شيئا ما تم الاتفاق عليه فالقدر والنقض العهود والاتفاقات طابع من طبعها المتجذرة فيها وتجاربنا محا مريرة في هذا الشان ويعرفها القاسي والداني الأخوة الحضرون في وسط دخان الحرب والدمار التي تسببت بها الماليشيات الإرهابية الطائفية فأن الحكومة اليمنية تعمل في العاصمة المؤقتة عدن وتبذل جهود كبيرة من أجل تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وتوفير المرتبات لكافة موظفية الدولة بما في ذلك نسبة كبيرة من الموظفين في العاصمة الصنعة والمناطق التي لا تزال ترزح تحت حيمنة ونفوذ العصابات رغم رفضها تحويل الإرادات إلى البنك المركزي في عدن واستيلاءها على إرادات الدولة لصالح مشروعها الدموي ولذلك فأن الحكومة اليمنية بحاجة إلى الدعم والمساندة لتطبيع الأوضاع والتقلب على الاحتياجات وفي مقدمتها تحديات الأمنية والاقتصادية الأخوة العزة أن التحديات الجسيمة التي تواجه شعوبنا وأمتنا العربية تتطلب مننا رص الصفوف من أجل التقلب عليها وتحقيق الغايات التي تنشدها شعوبنا وفي المقدمها القضية الفلسطينية التي يجب أن تحظى بالمزيد من الدعم والاهتمام باعتبارها القضية المركزية للأمة وصولاً إلى استعادة الشعب الفلسطيني لدولتها الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما لا يفوتني هنا التأكيد على ضرورة إيجاد المعالجات المختلفة للغضايا والعزمات العربية وخصوصاً في سوريا وليبيا وبما يجسد التلحم العربي ويوقف المآسي والمخاطر المحضغة بنا ونجدد رفضنا لأي مساس بحقوق الشعب السوري في الأراضي المحتلة في الجولان العربية أرجو لأعمال قمتنا هذا السداد والتوفيق ولأمتنا العربية التي تقدم والرفعة والمجد واسأل الله أن يحفظ شعبنا اليمني وكافة شعوب الأمة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكدت القمة العربية الثلاثون في تونس دعمها لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وتطالب إلزام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة تأمت القمة الثلاثون للقادة العرب في رحاب الخضراء تونس في ظل التحديات الماثلة حيث يواجه العرب واحدة من موجات التهديد المصيري لبعض دول المنطقة وبالمجمل فإن الجميع يعاني من تلك الموجة قضايا أساسية وقفت أمامها القمة وفي مقدمتها قضية العرب الأولى فلسطين بدعوات واضحة لكفي يد العدوان الإسرائيلي ووقف الدعم لها في قضيتي عاصمتها وحدودها السورية في الجولان إلى جوار ذلك حضرت قضية اليمن وليبيا كعنوانين جديدين للتحدي الوجودي في ظل استقطاب دولي لا يخفى رئيس الجمهورية وللمرة الخامسة يقف إزاء القمة حاضرا بهم ثقيل يتمثل في السهداف اليمن والمنطقة من قبل إيران مشيدا بالجهد الأخوي الصادق بالتحالف العربي لدعم الشرعية برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة كريمة من الإمارات العربية المتحدة مؤكدا بأن الخطر لا يزال ماثلا وأن الميليشيات لم تلتقط فرص السلام السانحة وأياد الحكومة الشرعية والإقليم والمجتمع الدولي لوضع السلاح والعودة إلى المدينة والحقل والمتجر هنا الرسالة واضحة والمطلوب أكثر وضوحا فما لم تتقدم قمة التضامن العربي لتدعم بكل السبل حلا مناسبا ينهي سيطرة إيران على القرار والأرض في بعض أجزاء اليمن فإن التحدي يتعظم في ظل ارتباك المعطيات الدولية وتنافسها بما لا يخدم القضايا العربية الصوت الواضح منذ أعوام الصوت العزم من ملك الحزم سلمان عاد ليؤكد بأن الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث هو محل اهتمام ودعم من المملكة العربية السعودية وحرصها شديد على استعادة الشرعية في اليمن على هدى من مقررات تلك المرجعيات وهو ما سيطبع مقررات القمة بخصوص اليمن في بيان تونس وفي الشأن اليمني نؤكد دعمنا لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعات الثلاث ونطالب المجتمع الدولي الميليشيات الحوتية المدعومة من إيران في وقف ممارساتها العدواني التي سببت معاناة الشعب اليمني وجهديد أمنه واستقرار المنطقة وستستمر المملكة بحول الله في تنفيذ برامج المساعدات الإنسانية التنموية لدخل معاناة الشعب اليمني العديد رئيس القمة العربية الحالية رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي أكد في كلمته على أهمية القضية اليمنية وشدد على دعم تونس لليمن وحرصها على إحلال السلام وأهمية دعم المجتمع العربي للقضية اليمنية بهدف الخروج من الوضع الذي تعيشه الهم اليمني أيضا حضر لدى كثير من القادة وفي المقدمة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أكد وجدد وحشد دواعي الانتصار للشعب اليمني وحكومته الشرعية في سبيل الوصول إلى السلام والبناء والتنمية والدعم الدائم لكل الجهود في سبيل ذلك وحول الوضع في اليمن لا زالت العراقيل تواجه المسائي لتطبيق اتفاق استكهر ولا زالت الآمان بعيدا للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراء الدامي والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق رقم قناعة المجتمع الدولي أن لا نهاية لهذا الصراء إلا بحل سياسي شامل يستند إلى البرجعيات المعلنة أمل جديد في تحرك عربي أوسع يساهم في إنقاذ اليمن لحشد تحرك دولي فاعل يبدأ بوقف دعم المتمردين ويصل لإنفاذ قرارات دولية لا تزال حتى اليوم حبرا على ورق رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالعاصمة المواقعة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الأشغال العام والطرق الرسال لمناقشة مستوى إنجاز المشاريع التي تنفذها الوزارة في عدن والمحافظات المحررة والمشاريع المخاطة تنفيذها والآلية الكفيلة بتكثيف الجهود لإنجاز العمل في المشاريع القائمة بأسرع وقت ممكن وتدرس الاجتماع الحلول العاجلة للصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها ضمن الجهود الحكومية لتسريع عجلة عادة الإعمار والاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والنظمات المانحة وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الكفيلة باستيناف مشروع توسيعة وتطوير الطريق البحري بالعاصمة المؤقتة عدن حيث وجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة التنفيذية للمشروع بضرورة التسريع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستيناف مشروع الطريق البحري باعتباره من أهم المشروعات الاستراتيجية وسيسهم بشكل كبير في معالجة الاختناقات المرورية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدن من خلال رفع كفاءة مستوى شبكة الطرق وتحسين خدمات النقل وتأمين سلامة السير بشكل عام وألزم الدكتور معين عبد الملك عضاء الوحدة التنفيذية للمشروع بالتنسيق العاجل مع الجهات الاستشارية والمنفذة للبت في استكمال المشروع لما يمثله ذلك من أهمية في الارتقاء بالمنى التحتية للعاصمة المؤقتة عدن وأكيدا أن العاصمة المؤقتة عدن وأبنائها ستظل محل اهتمام الحكومة ورعايتها الكاملة حتى يتم معالجة ما لحق بها من دمار وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة من قبل ميليشيات الحوثي الإنقلابية وأكد جميع المحافظات الأخرى معربا عن تطلع الحكومة لدعم مساعدة الأشيقاء والأصدقاء من الدول المنظمات المانحة في ملف إعادة الإعمار ووجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال العامة والطرق بمضاعفة الجهود ورفع مستوى وطيرة العمل في كافة مشاريع البنية التحتية في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات وتكريس جهود الوزراء في المرحلة الراهنة بتطوير مصفوفة المشاريع في المحافظات المحررة في إطار البرنامج الاستثماري الخاص بوزارة الأشغال للعام الجاري حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء دكتور أنيس بحارثة ونائب وزير الأشغال العام والطرق محمد ثابت وكيل الوزراء حسين عوض وكيل محافظة عدن غسان الزامكي ومدير عام مكتب الأشغال في عدن ووليد الصراري أطلقت ميليشيات الحوثي النار على الجرافة التابعة للمقامة اليمنية المشتركة أثنى فتحها الحواجز لمرور موكب رئيس اللجنة الأممية الجنرال مايكل لوليستارد إلى مكان الاجتماع المحدد في المناطق المحررة داخل مدينة الحديدة ويظهر مقطع فيديو لحظة توقف موكب راقبية الأمم المتحدة رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليستارد في خط التماس بشارعي الخمسين جراء إطلاق الميليشيات الحوثي النار صوب الجرافة التابعة للمقاومة المشتركة من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وعقد رئيس لجنة عادة الانتشار في الحديدة اجتماعا مع الوفد الحكومي في المدينة الذي كان مقررا عقده أمس لكن ميليشيات الحوثي عرقلت انعقاده ميدانيا تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة عددا من المواقع في جبهة مريس شمل الضالع وجاء استعادة المواقع عقب كسر قوات الجيش لسلسلة من الهجمات الحوثية على مواقعها شرق وغرب مريس وسقط العشرات من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح خلال المعارك وغنم أبطال الجيش عددا من الأسلحة المتوسطة في المواقع التي تم استعادتها وأكد مزرع عسكري تدمير طقمين الميليشيات خلال المواجهات ومقتل كل من كان على متنها هذا تخوض قوات الجيش الوطني والشرطة العسكرية والحزام الأمني والمقاومة معارك متواصلة منذ أيام في جبهتي ديمتوم ريس والعود بعد أن قامت الميليشيات بالدفع بعدد كبير من المغررين بهم إلى القتال في جبهة الضالع قام اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة وقائد محور المحافظة مع القيادات العسكرية في الضالع والأمنية والمقامة وقيادة السلطة المحلية بتفاقد الخطوط الأمامية لجبهة مريس ومعسكراتها وناقش معهم الأوضاع الأمنية في جبهة مريس وادمت وحمك والعود وجه بتجهيز عددا من الكتائب القتالية من اللواء 33 مدرع واللواء الأول مقاومة واللواء 82 مشاوى المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الأمن بالضالع لدعم جبهة القتال في مريس والعود لقيت 19 من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم لقوات الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وقال مظرع عسكري أن قوات من الجيش استدرجت عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع محررة في منطقة المخدرة وحاصرتها وأضاف المصدر بأن قوات الجيش هاجمت تلك العناصر الإرهابية ووقعت فيهم 19 قتيلا وأجبرت الباقينا على الاستسلام أسقط مقاتلوا الجيش الوطني طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية نهم هي الرابعة خلال شهر مارس الجاري وقالت المصادر العسكرية أن أفراد من كتيبة المهام الخاصة أسقطوا الطائرة أثناء تحليقها في أجواء المواقع الأمامية للجيش الوطني بمديرية نهم وذكرت المصادر بأن قوات الجيش التابعة على المنطقة العسكرية السابعة أسقطت سبع طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين الحوثيين أثناء تحليقها فوق مناطق متفرقة من مديرية نهم وذلك منذ بداية العام الجاري عقد بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسع لمناقشة الخطة الاقتصادية الشاملة لتفعيل دور فروع المؤسسة الاقتصادية اليمنية في مختلف محافظات الجمهورية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي بتعيين الأستاذ سامي صالح السعيدي مديرا تنفيذية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية وترقيته لرتبة عميد انعقد الصباح اليوم بمرن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن لقاءا موسعا ترأسه المدير العام السعيدي وبحضور عدد من نواب المؤسسة ومدراء الفروع بالمحافظات المحررة والقطاعات ومدراء الإدارات والأقسام بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية اللقاء كرس لمناقشة الخطة الاقتصادية الشاملة بعد تأهيل معظم القطاعات وافتتاح عدد من الفروع في مختلف المحافظات المحررة وتأكيدا للبرنامج التنموي الذي انطلق منذ العام 2016 بعد القرار التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربو منصور هادي بنقل الإدارة العامة إلى العاصمة الموقتة عدن وعدم التعامل مع ما يسمى بالمؤسسة الاقتصادية في صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإيرانية أخواني نواب المدير العام مدراء الفروع والقطاعات مدراء الإدارات والأقسام الأخوة الحاضرين جميعا حياكم الله أهلا وسهلا بكم في البدء انقل إليكم تحيات فخامة الأب الرئيس عبدربو منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الذي وجهنا بإعادة تفعيل فروع وقطاعات المؤسسة الاقتصادية اليمنية في كافة المحافظات وأصدر الغرار الجمهوري رقم 45 لعام 2019 في يوم الخميس الموافق 28 من مارس لهذا العام الذي غضب تعيين مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية لإدارتها من مركزها الرئيسي في العاصمة الموقفة عدن حيث قمنا بتجهيز مبنى الإدارة العامة في العاصمة عدن في العام الماضي وبجهود حثيثة ووقوف كادر جميع كادر موظفي المؤسسة الاقتصادية في عدن وقمنا باستعادة مكانة المؤسسة والقيام بجميع المهام الموكلة الينا في عدن وغيرها من المحافظات التابعة لها حتى توسع العمل إلى تنشيط العمل في المحافظات الشرقية بأواخر العام الماضي وفي بداية العام الحالي قمنا بافتتاح فرع المكلبة وجهات مباشرة من فخامة الأب الرئيس إلا أنه في الوقت الحالي بعد إصدار القرار رقم 45 المذكور سلفا أصبحت إدارة الإدارة العامة المؤسسة الاقتصادية في عدن هي المركز الرئيسي للمؤسسة الاقتصادية بشكل عام وبالتوقيهات صادرة من الغيادة السياسية بدفعيل جميع إنشاط المؤسسة الاقتصادية وعليه سيتم تشكيل لقان حصر وتقييم لجميع ممتلكات المؤسسة بشكل دقيق والرفع إلينا بتقارير مطلوبة لتسهيل العمل على إعادة تفعيلها وسوف يتم إشعاركم بآليات عمل اللقان وبرنامج نزولها إلى جميع الفروع في المحافظات وعليكم تسهيل عمل اللقان وتمكنها من أي معلومات أو وذائق يحتاجونها علما بأننا نحملكم المسؤولية القانونية عن أي تقصير في العمل أو أي معلومات أو بيانات لم تضم تقارير اللقان المكلفة ومن هنا نحدر جميع الجهات الخاصة والشركات والتجار والمواطنين من التعامل مع إدارة المؤسسة الاقتصادية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين وأهمها البيع والشراء أو التصرف بأصول وممتلكات المؤسسة الاقتصادية نقاشات ومداخلات لمدراء الفروع بالمحافظات المحررة استعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية معبرين عن شكرهم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربو منصور هادي في دعم قيادة المؤسسة الاقتصادية وتمكينها من إعادة تأهيل العديد من المؤسسات والوزارات والمرافق الحكومية التي دمرت جراء الحرب الغاشمة التي شنتها ميليشيات الحوثية الإيرانية على مقدرات الدولة نهنى ونبارك الأخل السيد السامي السعيدي على تعيينه ومنح الثقة بمدير عام المؤسسة بالجمهورية وهذا الاجتماع يعتبر أول اجتماع بمناسبة مناقشة أوضاع الفروع وتشغيل نشاط المؤسسة بالمناطق المحررة المؤسسة الاقتصادية قد حقت قطعة شوط كبير ونجاح غير عادي بعد انتهاء الحرب إلى الآن منذ انتهاء الحرب حتى حينه في تفعيل قطاعات وإعادة تفعيل إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بشكل ناجح ومضطرد وسيستمر بإذن الله تعالى اللقاء كان رائع جدا وكان يعني أعطان إحنا نشاط ودفع قوية بسبب يعني القرار السياسي من فخامة الأخ الرئيس للأستاذ سامي السعيدي كمديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية بجميع فرعها في جميع المحافظات تخلل اللقاء عرض وثائقي لخص الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي شملت مختلف القطاعات والفرع في مختلف المحافظات المحررة في ظل دعم القيادة السياسية الدائم لقيادة المؤسسة الاقتصادية التي رفعت شعار التنمية من أول يوم استلمت المؤسسة فكان شعار بالله ثم بكم ماضون الذي اتخذته قيادة المؤسسة هو عنوان لمسيرة نجاح ما زالت مستمرة لقناة عدن الفضائية والضاح شليلي عدن كرم محافظ محافظة حضرموت اللواء الروكنفرج سالمين البحسني الفريق الطبي السعودي المشارك في الحملة العلاجية لجراحة قصطرة القلب لدى الكبار بلسم ثلاثة التي سيرتها منظمة البلسم الدولية إلى مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلة ونجحت الحملة في إجراء 18 عملية قلب مفتوح 70 قصطرة علاجية من النوع المعقد للمرضى من جميع المحافظات في الجمهورية ورفضت المنظمة المركز بأدوية وأجهزة طبية حديثة وعرب المحافظة عن شكره منظمة البلسم الدولية وللطاقم السعودي المنفذ للحملة وللفريق الطبي المحلي بمركز نبض الحياة مؤكدا أن هذا العمل عظيم ولا يقدر بثمن ويحظى بتقدير عال من قيادة السلطة المحلية في المحافظة عاقب ذلك قام المحافظ بزيارة للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية وإطمأن على صحتهم وقفت اللجنة الفنية للموازنة بمحافظة الشبوة في اجتماعها برئاسة محافظة المحافظة محمد صالح بن عدوة أمام الترتيبات والإجراءات الخاصة بإعداد مشروع موازنة المحافظة للعام الجاري وكلفت اللجنة بهذا الصدد المرافق الحكومية المعنية بسرعة البدء في إعداد مقترحاتها وتصوراتها لمشروع الموازنة وإنجازها بصورة عاجلة وخلال الاجتماع الذي حضره آمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشلة وعدد من وقلاء مستشارية المحافظة والمختصين في الجهات ذات العلاقة وجه المحافظة المعنين بسرعة إنجاز مشروع موازنة المحافظة لهذا العام مشددا على ضررة أن يتم التركيز في مشروع الموازنة وبصورة أساسية على الاحتياجات والمتطلبات الضرورية والملحة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تلامس حياة الناس وتلبي احتياجاتهم الخدمية العاشلة نقش محافظة محافظة شبو محمد صالح بن عديو مع اللجنة المكلفة بتقييم وضع المؤسسة العامة للكهرباء لمنطقة شبو عددا من القضايا المتعلقة بعمل يومهم اللجنة والدور المأمول منها في خدمة عملية تحصين وضع المؤسسة وتطوير خدمات الطاقة التي تقدمها للمواطنين واخلال اللقاء الذي حضره آمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشلة أوضح المحافظة أهمية وحيوية الدورة الخدمية الذي يجب أن تطلع به مؤسسة الكهرباء في خدمة مواطنية المحافظة مؤكدا على أهمية أن تعمل لجنة تقييم بكل شفافية وأن تسعى جاهدة لتقصي حقيقة وضع مؤسسة الكهرباء كما هو عليه لتحدد مكامن الخلل فيه وتضع الحلول المقترحات التي من شانها تجاوز معلجات المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسة وبما يمكنها من تقديم أفضل خدمات الطاقة الكهربائية للمواطنين والعمل على تحسينها وتطويرها لتلبي أمالهم المنشودة التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي اللجنة التحضيرية لمراسيم استقبال محافظة المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي بعد تماثله للعلاج والعودة قريبا إلى أرض الوطن لمواصلة مشوار قيادة عجلة التنمية في المحافظة بعد نجاح العمليات الجراحية التي أجريت له في كل من المملكة العربية الصعودية ودولة ألمانيا الاتحادية جرى إصابته في حادثة العند الإرهابي في يناير الماضي بطائرة مسيرة حوثية استهدفة العرض العسكري أثناء تدشين العام التدريبي للعام 2019 وخلال اللقاء تقدم الأمين العام باسم السلطة المحلية وأبناء محافظة لحج بالشكر والتقدير والعرفان لفخمة الرئيس المشير عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز ولي عهدي الأمير محمد بن سلمان والشيخ خليفة بن زايد ولي عهدي الشيخ محمد بن زايد على ما قدموه من موقف إنساني خالص في علاجهم تابعت حالة المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي منذ أفا نصابته وحتى استكمال حالته المرضية دشان الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي مشروع الخدمات الصحية لمخيمات النزوحة الذي يستهدف 2500 نازحا في مديرية توبا بدعم وتمويل من جمعية النجاة الكويتية وتنفيذ مؤسسة ينابيع الخير وأشهد الأمين العام بالمعونة العلاجية التي تقدم للنازحين مثنيا على ما يقدم من قبل النظمات والمؤسسات مطالبا بمزيد من العون المساعدة للنازحين وكل مديرية المحافظة التي ما زالت تعاني جراء الحرب حضرة تدشين موفد جمعية نجاة الكويتية محمد عبد ورئيس مؤسسة نبيع الخير توفيق محمد حسن ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج معه قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد صبري طاهر الوضع الأمني ومدى التنسيق العملي بين الأجهزة والقطاعات الأمنية كما أكد الأمين العام أن السلطات المحلية تبذل جهودا جبارة جنبا إلى جنبا على السلطات الأمنية من أجل خدمة المحافظة وتفعيل مختلف فروع الوزارات والعمل على حمايتها من قبل الأجهزة الأمنية المعنية مشيدا بمستوى الاستقرار الأمنية الذي تشهد المحافظة نتيجة العمل الدؤوب ويقضت رجال الأمن بمختلف تشكيلاتها ومهامها الأمنية من جهته ثمن قائد الشرطة العسكرية العقيد دور السلطات المحلية وتنسيقها المشترك وتذليلها الصعاب والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومديريتها وعلى نفس الصعيد قام قائد الشرطة العسكرية ومع مدير عام الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد فيصل الشريف بزيارة إلى مبنى الأحوال الشخصية والسجل المدني بمديرية توبن بمحافظة الحج ناقش الأمن العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد مع مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السماكية محمد عوض بحضور رؤساء الجمعية السماكية عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السماكي والإحصائيات والبيانات المطلوبة من الجمعية السماكية عن الإنتاج السماكي على طول الشريط الساحلي لمحافظة أبيان بالإضافة إلى أوجه الدعم الذي تقدمه منظمة ألفاو للصيادين لتحسين تطوير الإنتاج السماكي من قوارب معدات سماكية متنوعة وأكد الأمن العام على أهمية دفع حصة الحكومة وعوائد الدولة المقررة وفقا للنظم المتبعة في هذا المجال أقيم بمجمع خولة للبنات بمدينة زنجبار بمحافظة أبيان حفل خطابي وتكريمي منسبة مرور عشرين عاما على تأسيس هذا المجمع الكبير وفي الحفل أكد الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد على الأهمية التي يمثلها هذا الصرح التربوي والتعليمي الأساسي والثانوي للبنات شاكرا الجهود الكبيرة والمميزة التي بدلتها القيادات التربوية والتعليمية المتلاحقة والتي ساهمت أن يحقق هذا المجمع التفوق في احتلال المراكز الأولى في التعليم الثانوي على مستوى الجمهورية أولقيت كلمتها من قبل مدير التربية بزنجبار ومديرة المجمع أكدت على همية نشر قيم المعرفة والتنوير وبناء الأجيال بعد ذلك قام الأمين العام ومدير تربية زنجبار نادر الشحيري بتكريم أوائل الطالبات وحافظات القرآن والمعوقات في المجمع اختتم فرع صندوق تنمية المهارات بحضر موت البرامج التدريبية لإدارة المشاريع الصغيرة والتحرير الإخباري والبرنامج المحاسبي المتكامل يمن صوفت وهدفت البرامج إلى إكسب ثمانين شابا مهارات فنية تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وفي حفل الاختتام أكد وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون المديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي على أهمية البرامج التدريبية كونها تعمل على إضافة مهنية لخريجي الجامعات وتقوم بعملية ربط مع الجانب النظري الذي اتلقوه خلال سنوات الدراسة الجامعية لا فتن لأن سوق العمل اليوم يتطلب بشكل أساسي برامج التقنية لما لها من دور في تسهيل العملية الإدارية والمالية للقطاع الخاص والحكومي دشن وكيل محافظة شبوى الدكتور عبدالقاوي لمروق فعاليات المرحلة الثانية من حملة التوعية الصحية حول مرض سرطان الثدي بالمحافظة التي تنفذها مؤسسة شبوى للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع معهد الدكتور مقلم للعلوم الصحية ووحدة معالجة الأورام بالمحافظة ودشنت فعاليات الحملة بعقد دورة تدريبية لعدد من المشاركات لإكسابهن المشاركات لإكسابهن المعارف والمهارات اللازمة الخاصة بتنفيذ عملهن التوعوي الميداني وعشات وكيل المحافظة ونائب مدير مكتب الصحة أحمد باهطير بالدورة الإيجابية التي تقوم به مؤسسة شبوى للتنمية في خدمة المجتمع بالمحافظة رغم حداثة تأسيسها داعيا منظمة المجتمع العاملة في المحافظة إلى الاقتداء بالمؤسسة ونشاطها الحيوية تضحيات الجرحة دشنت دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع البرنامج التدريبي المهاري والوظيفي للجرحة والمصابين من أبطال الجيش الوطني بالتعاون والتنسيق مع جامعة إقليم سبا مزيد من التفاصيل ومراسلنا في محافظة مأرب الزميل محمد الجداسي برعاية وزير الدفاع ورئيس هي تلك العامة وتحت عنوان تغدير التضحيات المصابي الجيش الوطني تشنت دائرة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة إقليم سبا برنامج التأهيل المهاري والوظيفية لمصابي وجرحة الجيش الوطني هنا بمحافظة مأرب عاصمة إقليم سبا والذي يأتي هذا المشروع ترجمة عملية للإنجاز الذي حققته فبما تنعم به مأرب وبقية المناطق المحررة من أمن واستقرار وإنجاز تنموية ما كان لها أن تتحقق لولا الجيش الوطني ومنهم هؤلاء الذين أمامكم ثم عاصفة الحزب وإعادة الأمل بقيادة التعالب العربي يعد في البرنامج التأهيل المهاري إلى تأهيل أكثر من ثمانين من المصابين والجرحة من أبطال الجيش الوطني من مختلف المناطق العسكرية وذلك في إطار تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع أتمنى أن يكون الجرحة يوم وطني لهذه الكوكبة العريقة الكوكبة الكريمة الشباب الذين تركوا الأقلام وتركوا التجارة وتركوا الوظائف ولبوا نداء الوطن لداء الدفاع لداء الحماية النداء الذي أعلنه الأخ رئيس الجمهوري للدفاع عن مشروعية الدولة وعن سيادة الدولة هؤلاء هؤلاء الشباب الذين تركوا ساحات العلم وميادين العمل ولبوا النداء الواجب الوطني وجاءوا إلى الجبهات وكلمة أجسادهم وجرحوا في مقدمة الصفوف هؤلاء الكرام أتمنى بالقيادة السياسية والقيادة العسكرية أن تجعل لهم يوم وطني نحفل فيه ونفتخر بطولاتهم وإنجازاتهم العملاقة التي صنعوها وقدموها في مقدمة الصفوف أكد القائمين على تنفيذ هذا البرنامج التاهلي والمهاري والتدريبي على أهمية الاهتمام بالمصابين والجرحى من أبناء الجيش الوطني خاصة في هذه الظروف الاستثنائية در الحاسوب الإعلام تنمية الموارد البشرية جميع صيانة الجوالات المهارات الفنية المهارات الإدارية يعني هي عبارة عن هو أساسا مدرب ومهيئ يعني جرح الجيش الوطني أو المبتورين أو المقعدين هم دكاترة وهم يحملوا الماجستير ويحملوا البكاليوز ويحملوا الجامعات والثانوية هؤلاء كانوا في خيرة المجتمع دعاهم واجب الوطن والدفاع من أجل القضاء على هذه الشردمة ودخولهم ونسيانهم أنهم كانوا أسادثة ومدربين ومهندسين ودكاترة يمثل البرنامج التاهلي المهاري أهمية كبيرة لاهتمام بالجرحى والمصابين والذين قدموا تضحيات انقسام في سبيل تحرير الوطن من الميليشيات الإنقلابية البرنامج النوعية لإدارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة تقليم سبا يمثل النواة الأولى لاهتمام بالجرحى والمصابين من أبطال الجيش الوطني لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مارب أعقد مدير مديرية التواهي بعدن عبد الحميد الشعي باجتماعا للمكاتب التنفيذية في المديرية المناقشة جملة من القضايا الهامة أبرزها سبل تعزيز جهود مكافحة وباء حمى الضنك والكوليرا وعشر إلى همية اللقاء في تقييم ما تم إنجازه من خطط عمل خلال الفترة الماضية والوقوف أمام نتائج حملة مكافحة وباء حمى الضنك والكوليرا وسبل تعزيز الإشراك للمكاتب المرتبطة بالمجتمع مثل مكتبي الأوقاف والتربية والتعليم وغيرها مشددا على ضرورة بدل المزيد من الجهود في متابعة كافة القضايا المتصلة بحياة المواطنين ووضع الحلول لها والعمل بروح المسئولية المشتركة وكذا تعزيز الجهود في مكافحة وباء حمى الضنك والكوليرا كما وقف الاجتماع أمام أبرز الصعوبات التي تواجه مكتبي صندوق النظافة والصرف الصحي وبحث سبل حلها إلى البريقة دشنا مدير المديرية بمحافظة عدن هل اليزيدي ومعه مدير مكتب التربية بالمدير الخضر بجلى فعالية اليوم المدرسي في عدد من مدارس المديرية وطاف بقاعة المعارض المختلفة التي احتوت على الأعمال المدرسية من مجسمات ووسائل تعليمية مختلفة منوهان إلى أن إقامة مثل هذه الأنشطات تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقل وخلق روح المنافسة بين الطلاب وأشهد مدير البريقة بجهود قيادة مكتب التربية والإدارات المدرسية بالمدرية في تنظيم إقامة هذه الفعاليات التي تؤكد أن القطاع التربوي والتعليمي يؤدي رسالته بشكل رائع على الرغم من الظروف الاستثنائية وشحة الإمكانيات كما تضمنت فعاليات اليوم المدرسي عددا من الفقرات الفنية والعروض المسرحية والألعاب الرياضية قدمتها طلاب وطالبات تلك المدارس التي نالت استحسان الحاضرين بهذا الخبر ننتهي وإياكم من نشرتنا الرئيسية أعود التذكير بابرز ما جاء بها من عنوين رئيس الجمهورية يؤكد في افتتاح أعمال القمة العربية بتونس أن حجم الكارثة التي حلت باليمن والمنطقة نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية يفوق كل وصف رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماعا لقيادة وزارة الأشغال والطرق لمناقشة مستوى إنجاز مشاريع الوزارة الجيش يستعيد عدد من المواقع في مريس بالضالع ويكسر زحف الحوثينة ومقتل عدد من الميليشيات في صرواح غرب محافظة مارب في الختام شاكر لكم طيب وكرم المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة